التقى محافظ حضر موت مبخوط مبارك بن ماضي بالمكلة أعضاء كتلة حضر موت النيابية برئاسة الشيخ صالح العامري رئيس الكتلة وبحضور وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصر وجرى مناقشة أوضاع المحافظة واحتياجاتها في الجانب الخدمي والتنموي وأصدر أعضاء الكتلة بيانا عقباء اللقاء أكدوا فيه دعمهم لجهود السلطة المحلية لتوحيد الكلمة ووحدة الصف مجددين تأكيدهم على مساندة جهود السلطة المحلية لتحسين الخدمات وإحداث تنمية بمحافظة حضر موت ومشيرين إلى مساندتهم لدعم احتياجات المحافظة ومساندة صوت حضر موت على مستوى المركز وأشادة أعضاء الكتلة بالجهود التي بدلتها السلطة المحلية لإنجاح سير اختبارات الشهادة وتدخلاتها لدعم العملية التعليمية داعيين ممثلين الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تغليب مصلحة حضر موت ووضعها فوق كل المصالح وتسخير الإمكانات وتوحيدها لخدمة المحافظة ودعت الكتلة النيابية بحضر موت إلى عقد لقاء موسع للمكونات الحزبية والتنظيمات السياسية لتدارس أوضاع المحافظة